السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم المهندس محمد عبدالسلام مهندس كيميا انا حصلت على البكالويس هندسة كيميائية في 2011 من جامعة اسكندرية وحصلت على ماجستير في الهندسة كيميائية في الماثماتيكا الموديلينج ان سيموليشن في 2017 ان شاء الله بازن الله في الفيديو ده وفي الفيديوهات القادمة هنبدأ نتكلم المستخدم عشان خاطر اعمل ديزاين ازاي 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 تشيد بعد مرحلة ديزاين ان شاء الله بازن الله كل ده هنتعرف عليه في الفيديو ده وفي الفيديوهات القادمة احنا عندنا اه كيميكا الموجودة عندنا كل ده هنعرف ازاي دي وازاي استخدم اللي انا لازم افلفل وازاي ازاي وكل ده هناخد عليهم فاول حاجة هنتكلم على النهاردة هو النقط اللي احنا هنتكلم فيها احنا بنشرح سريعة عن المستخدمة في عملية اه ايه الحاجات اللي انا بحتاجها في الدزاين الكريتيريا اللي انا بقناها على بقول ان الدزاين ده اكسبتابل ولا لأ وانا اخد لنا وبعد بعد الدزاين المفروض انا المفروض انا بسلمها بعد الدزاين وهو ايه البروسيس ده تشيط فنرضى بازن الله هنبدأ فيه هنبدأ عن الانترودكشن الانترودكشن ده هناخد فيها يعني نوقة بسيطة كده هناخد فيها والحاجة ايه ايه الانترودكشن هناخد برضو انواع الانترودكشن ايه الانترودكشن جميل مبدأ ان كده هنبدأ به الفونكشن هناخد فيه الفونكشن بتاع السيبريتوف الفونكشن بتاع السيبريتوف هو ايه الانترودكشن والتوفيز سيبريتوف انا بفصل فيها جاز from liquid ويه الفونكشن هنا تبع ايه وبرضو هقسمها ليه ثري فيز سيبريتوف ويهي الثري فيز سيبريتوف انا بفصل فيها جاز from light liquid from heavy liquid فده اول تأسيم لنا او اول انواع بناء على الفونكشن فيه نوع تاني او يعني تأسيمة تانية بناء على الفيزل الوريانتيشن الفيزل الوريانتيشن هسميها vertical سيبريتوف او ايه او هيريزونتل سيبريتوف جميل يبقى احنا هنا بتاع السيبريتوف بناء على الفونكشن بس ما ايما توفي السيبريتوف او ثري في السيبريتوف ويهي بناء على الفيزل على الوريانتيشن نفسه اما الفيزل ده vertical visl او ايه او هيريزونتل فيزل او هيريزونتل اه دوقتي هناك اننا نتطارق بقى لمسألة السيبريتوف الميكانيزم اللي موجود ايه اللي موجود في السيبريتوف 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 انا عندي فيه تلاتة ميكانيزم موجودين داخل السيبريتوف 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 اول حاجة هو ايه وهو المومنتوم التشينج المومنتوم التشينج ده نتيجة التشينج في ده المومنتوم التشينج عشان احقق السيبريشن ده هحتاجي ان للديفايز سيبريتوف السيبريتوف وهو نتيجة نتيجة التشينج ما بين الدينيستي في حالة لو هان عندي ثري في السيبريتوف فالجرافت سيبريتوف ده فانكشن في فانكشن في فانكشن في فانكشن في الدينيستي of light liquid والدينيستي of heevee liquid طيب لو هاتوف ها السيبريتور لو هاتوف في السيبريتور فهو فانكشن في في الفيبر فلوسي وفانكشن في ريزدانس تاين هذا بالنسبة للجرافت سيتلينج هنيجي ثالث نقطة او ثالث ميكانيزم عندي هو الكواليسينج الكواليسينج الفكرة بتاعته انه يحاول بيحاول small particles with a small diameter to large diameter that can be separated from gravity مثلا الكواليسينج داعش او محتاج مش بالنسبة طيب انا بناء على السيبريتور ميكانيزم انا هقسم السيبريتور ل primary zone we secondary zone وال coalesing zone واضح من التسمية ان انا عندي primary zone يبقى انا عندي الميكانيزم دول اساسيين في اي سيبريتور يبقى بناء عليه افهم من كده ان اي سيبريتور موجود لازم يكون فيه الميكانيزم الميكانيزم والجرافت سيكون طبعنا الكواليسينج بعض السيبريتور موجود اشياء مش باد وبعض هنفت هنفترض هنفترض انه هو فيز وعند هده اي ودي zone a وده zone b وده اي zone c وده خارج وده وده zone زيادة هي ملاهج دور كبير او في لكن واجب ان احنا احنا لنه هو liquid search ووظفت ايه معايا في separation ووظفت انه احيانا بيقوم بدور de-gazing ده بالنسبة لو vertical separator نجي horizontal separator add two phase feed داخل هنا او add zoon a dvice وده secondary zone اللي فيها graph settling وده zoon c وعند هنا zoon d وده لو horizontal هتكلم بقى inlet device وال device بيستخدم لتحقيق momentum change في primary zone اللي موجود في separator انواع inlet device ايه انا عندي اول حاجة diverted plate وده شكله انه نحاق ده cross section من separator وده اللي pipeline وده شكله كده ده diverted plate وفي عندي reversed pipe وreversed pipe بيبقى cross section من separator ولا اللي pipeline داخل كده يعمل كده في bending في pipe اللي 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 ثالث حاجة في half pipe وبيبقى شكله كده قد اللي اللي pipeline داخل وفي عندي هنا في opening fin في the inlet بتاعي وعندي انواعة تنية كتير fan type وصولا لحد لحد cyclonic device طب انا بالنسبة لي الحاجات دي هتفيدني في ايه كفي عمليات design الحاجات دي هتفيدني ان انا بناء عليها بيحدد لي size وفي ال inlet نوزل اللي انا بالتحديد هتحدد لي تحدد tanjent to tanjent length بتاع وفي نفس الوقت بتحدد لي اللي موجودة في l pipeline واللي اللي قال floor regime ده function في function في or function في ده بالنسبة لي لل device هنيجي لتاني حاجة عندي وهو المشباد ودي اخر حاجة عندنا من ورده والمشباد ده مسؤول لتحقيق ال coalescing suppression او coalescing method طب المشباد ايه المشباد بتاع المشباد انه هو هيسمح لي انما اشتغل اتخير كبستي واللي احنا هنا هنسميها لإيه higher through bot طب ازاي هيسمح لي انه شاء الله عند حاجة الكاباستي انا لما استخدم المشباد فقال اللاوبل فيبر فيبر فيلوسطي اللي موجودة داخل الفيزل بتزيد وبالتالي لما اللاوبل فيبر فيلوسطي اللاوبل فيبر فيلوسطي بتزيد هيبقى ليه اللي هو انا عندي فيلومتري فيلوسطي هيزيد داخل الاريا كونسانت فبالتالي الكاباستي هتزيد جميل يا اما النوخ الثاني انه يسمح لي انه اقل الصيز يبقى اسمح لي اعود اقل اقل الصيز at the same capacity هندى بقى نتناول الدس ادفانتج of المش pad ومن الدس ادفانتج of المش pad انا عندي ال higher cost و دي تشمع the higher purchasing cost وال higher installation cost وال ال high maintenance cost وال operating cost مميل طب high operating cost يتهم يعني نتجة من ايه نتيجة انه عندي المش pad وبالتالي هيبقى فيه على المش pad وبالتالي في السيستم عندي هيزيد نتيجة وقت المش pad وبالتالي power اللي انا بصرفها عشان احرك الفلاويد هتزيد عشان اتجلب علاقة الدلتا بيه اللي موجودة فين يعني في المش pad عندي عيب تاني هو high tendency to fouling وبالتالي ده هيزود لي كمان يعني كلما معمول الوقت اذا كان عندي medium او الفلاويد اللي موجود عندي عنده بي يقدر يعمل fouling وبالتالي tendency طب انا على اي اساس هحدد ان ده محتاج مش pad او لا ده بناء على criteria معينة اذا تحققت الكريتيريا دي يبقى ده لازم value معينة او رقم معينة يعني قيمة معينة بتتحصل اذا انا عدتها يبقى انا لازم ده يكون عليه مش pad اذا عدتش القيمة ده كان بي و ده مش pad طب وده يخليك تبص على البسط عندك في بلانت ممكن تلاقي suction compressor suction visil موجود على compressor ومش معلوش مش بعد ما تيجي تيجي ده تيجي 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 يبقى يبقى نو نيد انه نظيف مش بعد لان نقطة مهمة جدا هو ان اذا تحقق في using gravity and momentum change only وانت مش محتاج تستخدم المكانزم الثلاث لان المكانزم الثلاث بيزود لك عندك التكلفة وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة ان شاء الله بإذن الله في الفيديوهات القادمة هنتكلم على how to design oil and gas separators هنتناول cases وطبعا لازم هنرفير للكود عن standard المستخدمين في المستخدمين